أمام حضرتكم تركيا وقطر تركيا وقطر وهذا الانفوغراف الذي يشرح الشراكة الاقتصادية المميزة للغاية في العلاقات التركية القطرية تشهد العلاقات التركية القطرية مرحلة متقدمة من التعاون على مختلف الأصعدة وسط تقارب كبير في المواقف سجله البلدان في العقد الأخير وانعكس على اقتصاديهما في عام 2014 يوصف بأن هذا العام هو عام النقلة الكبيرة والنوعية في العلاقة بين كل من تركيا وقطر دخلوا حضرتكم عقد 30 قمة بين رئيسي البلدين تم إبرام 80 اتفاقية بين قطر وتركيا 200 شركة قطرية تعمل في تركيا مقابل 700 شركة تركية تنشط في قطر 33.2 مليار دولار استثمارات قطرية في تركيا على النحية الأخرى 22 مليار دولار مشاريع تركيا نفذت في قطر 886 مليار دولار الناتج المحلي لتركيا في عام 2022 ما شاء الله يعني مبلغ كبير ورهيب 886 مليار دولار الناتج المحلي لتركيا في عام 2022 طيب 237 مليار دولار الناتج المحلي لقطر في عام 2022 إجمالي عدد السياح القطريين في تركيا في 2019 قبل جائحة الكورونا كان 110 ألف في المقابل في عام 2022 150 ألف سائح إذن نتحدث عن علاقات تركيا قطرية متطورة وبشكل كبير ولافت للغاية واعتقد أن قطر من أكبر وأكثر الداعمين للدولة التركية لذلك حتى رأينا في المنافسات الانتخابية الأخيرة الرئاسية التي جرت بين أردغان وكمال كليتش داروغلو كان هناك استهداف واضح من منافس أردغان للدولة القطرية بل تعهد بأنه سيقوم بطرد القطريين من مصانع السلاح التركية إذا ما فاز بهذه الانتخابات ويتحدث المعارضون لأردغان وكأن قطر ستشتري البلاد يعني هذا الأمر يزعج هؤلاء المعارضين لأردغان لكن في المقابل هناك احتفاء من قبل أردغان ورجال أردغان بالشراكة مع قطر وبالأرقام نجد بأن هذه الشراكة تعود بالنفع الكبير على الدولة التركية وعلى الشعب التركي بائي موسيقى 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 موسيقى